أرجو من الشيخ حفظه الله أن يوجه كلمة للفتيات وذلك بسبب عقوقهم لأمهاتهم لا سيما إذا كان كبيران في السن لا يجوز للولد ذكرا كان عنثى أن يعق والديه وهذا من أكبر الكبائر بعد الشرك قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا وجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك على الأولاد رجالا كانوا أو نساء فعلى هؤلاء الفتيات أن يتقين الله عز وجل وأن يبررن بوالديهن أو الموجود منهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اشتركوا في القناة